بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أصعد الله أوقاتكم بكل خير طلابي الأعزاء طلاب الصرف الرابع اليوم درسنا جميل جدا يتحدث عن شيء إحنا بدنا نلتزم فيه أنا وإياكم وهو الصلاة الشيء إذا عملتها أنا بكون مش عارفة صلاتي صح ولا مو صلاتي صح أعيد الصلاة كلها ولا ما أعيدها فهنا أنا بدي أعطيكم الأمور اللي إذا صارت في الصلاة هنا أنا إيش بدي أسجد سجود السهو أو إذا كنت بقرأ القرآن الكريم في عندي دلالات معينة في القرآن الكريم شكل معين إذا وجد في الآيات معناته هنا أنا بدي أسجد سجود باسمه سجود التلاوة وإذا صار في عندي شغلة كتير حلوة والحمد لله أنا البعلمين إنها صارت من نجاح من فرح من رزق إلى آخرهم الأمور اللي إحنا منبسط فيها يكون في عندي سجود الشكر إذن في عندي من الأمور اللي إحنا طبعا إحنا نعبد الله عز وجل في الصلاة وهي من الأمور الأساسية اللي سيحاسب عليها العابد يوم القيامة شو رأيكم يا رابع نبلش من هذا الأسبوع نبلش نلتزم في الصلاة وأبعث لكم جدوى للالتزام في الصلاة عشان نلتزم أنا وإياكم في الصلاة ونتحدى بعضنا ونتحدى شيطاننا إنه إحنا نكون ملتزمين عشان نبدأ بداية رمضان بداية قوية ونكون كلياتنا مستعدين إنه إحنا نصلي ونصوم رمضان كاملا رح أبعث لكم كمان شوية صورة عشان أنا وإياكم نحطها أو ننزلها على التليفون أو نرسمها على دفتر عنا ونحطها جنبنا عند التخذ عشان كل صلاة نحط صح أو غلط ونشوف هل إحنا نتصرنا على الشيطان ألا الشيطان وسوسلنا ونتصر علينا إذن من الأمور اللي إحنا نتقرب إلى الله عز وجل فيها هي السجود اللي هي جزء من الصلاة والله عز وجل قال وإن الله يسجدوا من في السماوات والأرض والسجود هو ركم من أركان الصلاة إذا أنا بيوم الأيام كنت عم بصلي ونصيد أسجد الصلاة تكون ناقصة لأنها ركم لا تكتمل الصلاة لا تكتمل صلاتي إلا في السجود بس في أنواع أخرى للسجود زي ما حكيت لكم ثلاث أنواع سجود السهو من اسمه إذا نسيد إشي سهيت السهو يعني النسيان واثنين سجود التلاوة وهنا هذا السجود إذا كنت أتلو القرآن الكريم وشفت شكل معين للآية أو موضوعها تحدث عن السجود الله عز وجل بيكون في عندي يجب علي أن أسجد سجود تلاوة وثلاثة سجود الشكر إذا حصل لي شيء يعني جميل جدا أشكر رب العالمين على هذه النعمة التي أعطانا إياها وطبعا من السجود بفضل كبير النبي صلى الله عليه وسلم قال لشخص واحد من الصحابة سألوا يا نبي الله إيش أعمل إشي عشان أدخل الجنة قال له أعني على نفسك بكثرة السجود عيني أنك تصلي وتسجد دائما عشان أنا أضمن لك تدخل الجنة وهنا في عندي بالإضاءة حاطط لي يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحطى عنك بها خطيئة يا سلام بكل سجدة أنا بسجدها الله عز وجل برفع لي درجة وبعد عني بنزل عني خطيئة أول سجود بدية هو سجود السهو شو هو سجود السهو تعريف ما هو نكتب مع بعض يا ميس ما هو سجود السهو تعريف سجود السهو سجدتان يعني سجدتان يؤديهما المصلي آخر الصلاة قبل التسليم علل لماذا؟ لماذا يؤدي سجود السهو بسبب خطأ وقع أثناء صلاته إذن هما سجدتين وسجدليهما المصلي آخر إشي بعد ما يخلص السجود والرقوع والسجود والتحيات لله قبل ما يحكي السلام عليكم نروح بسجد سجدتين وهذه السجدتين نكون ناويهم سجود السهو لأنه عمل خطأ في الصلاة بعدين بسلم عن اليمين وعن اليسار مباشرة ما برجع بيحكي التحيات لله مرة تانية طيب ليش بس جدوا سجود السهو عندي ثلاث حالات الحالة الأولى أني أنا كنت مفك التحيت شوية أو صرحت شوية بالصلاة بدل ما أصلي أربع رقع وما تجيبت الخامسة هنا زيادة في الصلاة كأن يصلي أو كمان ممكن أنه عماله عم بصلي وبدل ما يركع رقوع واحد رقع رقوعين أو سجد تلات مرات إذن هنا كأن يزيد المصلي رقوع أو سجود من دون قصد أو ممكن يزيد رقعة كاملة بس إيش بيكون مو مركز هنا دخل الشيطان وسوز له فإيش هو هنا زاد عن الصلاة المكتوبة سبعا كانت أربع صلة خمسة أو كانت تنتين صلة ثلاثة فهنا أنا بنهاية الصلاة بعد ما أتشاهد بسجد سجدتين سهو وأنا على الأرض وأنا في مكان السجود النوع الثاني من السجود السهو النقصان مثل إني أترك مثلا التشهد اللي بين الركعتين الأولانيتين وركعتين الأخرانيتين بس بدون قصد أما إذا قصدت بدي إيش بيكون باخد سيئات كمان النقصان زي إنه أنا مثلا بلشت صلاة ولما بلشت أتشاهد أحكي إيه أنا صليت أنا عم بصلي الظهر أنا صليت شكلي ثلاثة والله خلص أنا متأكد إني ثلاثة بدي أقوم أجيب كمان رقعة لأن هيك صلاتي ناقصة وإيش ولما أخلص هاي الرقعة وأتشاهد بسجد سجود هذا السهم اللي هو في عندي نقصان في الصلاة إيش ما عملته أو مثلا إذا أنا كنت عمالي عم بصلي بس هذه الأمور اللي أنا نسيتها ما لازم تكون أمور أساسية يعني مثلا إذا أنا نسيت أركع هذا ما ما بسده إنه أنا بس بس إني أسجد سجود السهول لازم أعيد الرقعة أو مثلا إذا نسيت قراءة الفاتحة هاي الرقعة ما بتنحسب ولازم أعيد هاي الرقعة أو مثلا السجود لا تنحسب تمام النقصان هذا النقصان في الصلاة الشك في الصلاة إنه أنا شاكك صليت ثلاثة ولا أربعة سجدت أو ما سجدت هنا ببني أو خلينا على مثال صليت ثلاثة أو أربعة أنا مش متذكره أنا هلأ في صلاة المغرب مش متأكد صليت ثنتين ولا ثلاثة فأنا بس بتحيات وليلله ما اللي عم بتشاهد أنا مش متأكد هل أنا صليت ثلاثة ولا صليت ثنتين يا ربي ثنتين ولا ثلاثة ثنتين ولا ثلاثة شو بعمل وأنا بالصلاة بدأ أعود أسأل حدا لا دايما بحكي ببني على الأقل شي يعني ببني على الأقل بعتبر إنه أنا صليت العدد الأقل وبكمل صلاتي يعني إذا أنا شكت أنا مصلي اثنين ولا ثلاثة مين الأقل اتنين ولا ثلاثة اتنين معناته باقوم بجيب كمان رقعة وبزجد بعديها سجود سهون او مثلا كنت بصلي بصلاة المغرب العشاء عفوا صلاة العشاء وانا بنص الصلاة شاكك هل انا صليت ثلاثة ولا اربعة اذا انا شاكك ثلاثة او اربعة ببني على الاقل مين الاقل ثلاثة باقوم بجيب كمان رقعة ثم بتشهد وبركع وبزجد سجود السهون هذي طيب في كمان حالة اذا انا وانا عمالي عم بصلي شكيت والله شكلي انا ما صليت عم بصلي بالظهر ما صليت اربعة انا حس اني صليت خمسة شاكك اني انا صليت خمسة طيب شو عمل بهاي الحالة ابني على الاقل ما هو هذا الزيادة اذا هذا الزيادة انا شاكك بالزيادة خلاص ما بعمل اشي بتسهد تشهد الاخير وبسجد سجود السهون هم سجدتان لاني شكيت لاني شكيت تمام هاد هي حالات الشك في الصلاة اذا نرجع نحكي سجود السهون هم سجدتين بسجدهم او بأديهم المصلي قبل التسليم اذا صار في عنده خطأ اثناء الصلاة سهي سجود التلاوة سجد واحدة حكينا فوق السجود السهو في الصلاة سجدتين لكن التلاوة والتكر سجد واحدة ننتبه ونركز ممكن اجيب لكم الانتحان سجود التلاوة هو سجدتين يسجدها المسلم اذا تلاقى فيها سجد غلط لانها سجد واحدة فهذا الاشي لازم تنتبهوا عليه سجود التلاوة اذا هو سجد واحدة يسجدها المسلم اذا تلاقى فيها سجد ويستحب للمسلم ان يقول فيها هذا الدعاء حفظ هذا دعاء سجود التلاوة سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين وبدنا نسمعه اذا سجود التلاوة فيه له دعاء معين بدعي وانا بقرأ وانا في السجود شو بقوم بعبل بقوم بقرأ بالقرآن الكريم وطبعا يجب الافضل انه انا اقرأ وانا لابس واع الصلاة والمنديل والرجل يكون ساتر عورته ما يكون لابس اشي يخل بالحياة لانه يقرأ بكتاب الله عز وجل فاذا انا جيت على آية فيها سجدة بسجد مباشرة مش بحكي الله اكبر وزاكيني بقرأ الفاتحة بعدين بركعه بسجد مباشرة بسجد مباشرة سجدة واحدة وبحكي سجدة وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين احفظوا هذا الدعاء كتير حلو طيب مس كيف بدي اعرف انه هاي سجود تلاوة انا بحكي لكم تعاني تفرج على الآية المكتوبة هنا نركز على هاي الآية ونركز على الشكل الموجود في هذه السورة هون عم بحط لي الشغلتين بحط لي بالمصحف بحط لي خط فوق موضع السجود وشكل محراب شوفوا هون هاي الآية فيها موضع سجود قبل ما اقرأها بدي اتفرج الخط فوق موضع السجدة معناته لما اقرأ هون لما اوصل خره سجدة مبكية هون هي موضع السجود في عندي موضعين ما هم علامات السجود واحدة ولا ثنتين يجب ان يكونوا ثنتين موجودات في المصحف اللي هو الخط فوق موضع السجدة وكمان شكل المحراب ممكن يختلف شكل المحراب من مصحف لمصحف بناء على ايش على نسخة المصحف هون بدي افرجيكم نسخة تانية من المصحف مثلا هون على هذا التطبيق بدي اخط سجدا وبكية في هاي الآية اتفرجوا معاي شوي بس شون بدي اخطط طيب نفرج هون خروا سجدا وبكية هاي الشحطة او الخط موجودة فوق الكلمة هاي اول طح وهاي اول علامة العلامة التانية هي علامة المحراب وهيها موجودة زي ما شفنا اختلفت شوية الرسمة من مصحف لمصحف لكن هم هذور العلامتين بيكونوا موجودات مع بعض هم الخط فوق الكلمة هو رسمة المحراب طيب هذا هو سجود التلاوة ودعاء سجود التلاوة حكين عليه حفظ ولازم تتبع توليه تسميعه سجود الشكر هي سجدة واحدة كمان لو انتها المسلم اذا حصلت له نعمة او نفع عنه بلاء كان بيستنى فحص لا سمح الله خايف انه ما له اشي والحمد لله طلقت نتيجته ايجابية او منيحة بسجد سجود سهو عفوا سجود شكر لله عز وجل انه انعم عليه مثلا واحد اجاو ولد سجود شكر مثلا حدا جاب علامة كهم له كل هاي الامور اللي تستوجب منه تستوجب انه احنا مبسوطين عليها تستوجب انه احنا نسجد سجود شكر هنا حاطط لنشاط اذا تحبوا تعملوه وتبعثوا لي اياه مواقف بستحق انه انا اسجد سجود شكر لله ده ننتبه يا رابع في شغلة كتير مهمة ومقارنة كتير مهمة انه سجود السهو ركعتين سجود التلاوة عفوا سجود السهو سجدة واحدة نركز سجود السهو في الصلاة سجدتين وسجود الشكر سجدة واحدة وسجود التلاوة سجدة واحدة مع دعاء لانما اجيب لك ايش هو السجود اللي فيه دعاء ايش بنجيب انه هو سجود التلاوة هنا حاطت لي السؤال الاول كتير مهمة ممكن اجيب لكم يا بالانتحان انه هنا محمد الاية هنا عملهم وزد واقترب ايش هم من الدلائل الموجودة انه ايش هذا النوع من انواع السجود بما انه في عندي محراب وخط معناته سجود تلاوة شف يا احمد من مرض اصابه فسجد هذا السجود شكر نسيت نسيت التشهد الوسطاني في صلاتي فسجدت هذا سجود ايش سجود سهوف في الصلاة ليس سجدة بتكملوا حل الاسئلية رابع ايك بيكون انتهى الدرس بترككم مع فيديو قصير عن الموضوع السلام عليكم فما لهم لا يؤمنون واذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون لماذا سجدت يا ابي بعد قراءة القرآن هو نوع من انواع السجود تسمى سجود التلاوة وهي عبارة عن سجدة واحدة يسجدها المسلم اذا تلا اية ورد فيها السجود او سمعها من قارئ اخر ومواضع سجود التلاوة في القرآن الكريم مشار اليها في المصحف كهذا وعددها 15 موضع وما حكمها سجود التلاوة سنة بدليل حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه اذا تلتمني الآن ان اسجد سجود التلاوة اراك ما تشاهدان الايباد بشغف عسى ان يكون هناك فائدة لنا جميعا نعم يا ابي لقد طرحت مدرستنا مسابقة سعادتي في سجدتي وسيتم اختيار افضل طالب يطبق سجود الصلاة بالطريقة الصحيحة وكما ترى يا ابي نجتهد معا لمشاهدة هذا المقطع لنتعلم منه الطريقة الصحيحة لسجود الصلاة هل يمكنني متابعة المقطع لتعلم سجود الصلاة الصحيح معكم نعم بكل سرور بعد ذلك تقول الله اكبر وتنزل الى السجود وتسجد على سبعة اعضاء وهي الجبهة والانف معا والكفان والركبتان واطراف القدمان ثم تقول سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات او اكثر ثم ترفع من السجود وتجلس مطمئنة وتفترش رجلك اليسرى وتنصب رجلك اليمنى وتستقبل باصابعها القبلة ثم تكبر وتسجد السجدة الثانية وتصنع فيها كما في السجدة الاولى بعد فريضة صلاة المغرب بالامس شاهدت الامام يسجد وتبعه المأمومين ففعلت مثلهم ولكن لا اعلم لماذا فعلوا ذلك إنه نوع آخر من أنواع السجود ألا وهو سجود السهو فالمسلم معرض للسهو والنسيان في صلاته فيأتي سجود السهو لإصلاح الصلاة لما يحصل فيها من نقص أو زيادة أو شك ومن أسباب الموجبة لسجود السهو ترك كل شيء من سنن الصلاة كالاستعاذة والتسبيح أثناء الركوع أو تكبيرات الركوع والسجود أو قراءة غير الفاتحة جمعت اليوم معلومات قيمة جدا عن سجود الصلاة وسجود السهو وسجود التلاوة هل هناك أنواع أخرى يا أبي؟ نعم يا نوارتي هناك سجود الشكر نسجده عند تجدد النعم أو ابتعاد النقم شكرا لله على ذلك لحديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شكرا لله أتوقع أني سأسجد شكرا لله قريبا عندما أفوز في مسابقة سعادتي في سجدتي شكرا للمشاهدة